حقوق الانسان اليمني محمد عسكر تورط قطر في تحالف مع ايران لمنع ادانة ميليشيات الحوثي في المحافل الدولية تحاول قطر بكل امكانياتها المالية واللجستية وقفة او تعطيل اي قرار قد يصدر من الامم المتحدة ومنظماتها لادانة انتهاكات ميليشيات الحوثي وكشفت صحيفة الشرق الاوسط نقلا عن مسؤول في الحكومة اليمنية ان الدوحة تسعى لذلك عبر تحالفات مع عدد من الدول والمنظمات المناهضة للحكومة الشرعية التحركات القطرية شملت ايضا تقديم الدعم المادي لعدد من الجهات التي ترى فيها ومن خلالها توجها لضرب الملف اليمني في الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان وقال وزير حقوق الانسان اليمني محمد عسكر ان اخر النشاطات الدوحة المشبوهة تجاه اليمن تقديمها اربعة ملايين دولار لفريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس حقوق الانسان واوضح الوزير اليمني ان قطر دخلت في شراكة استراتيجية مع ايران لمنع ادانة الحوثيين في المحافل الدولية تعمل الدوحة جنبا الى جنب مع طهران عبر جماعات الضغط التابعة لهما للوقوف ضد الحكومة الشرعية وتعمل ايران في الجانب الاقليمي من خلال لبيات منتشرة في اوروبا وفي بعض مراكز الامم المتحدة والناشطين في الملف اليمني من خلال تشجيع وتنظيم فعاليات في اوروبا وفي مقابل هذه المساعي المغرضة تعمل الحكومة اليمنية بدورها على مواجهة هذه التحالفات في اروقة الامم المتحدة والمنظمات التابعة لها في الملف الحقوقي